اشتركوا في القناة ادارة المؤسسة بدي اشوف اه ايش في موجودات قوية للمؤسسة وداعمة داعمة للمشروع حانا علفها كماني شوية والشغلة التانية بدي اشوف ايش المؤثرات اللي بتحيط فيها كمؤسسة ممكن تأثر على نجاح او عدم توفق اه ادارة المشروع في ادارة الانجاز للمشروع يعني انا في عندي امور داعمة للمشروع وفي امور مؤثرات خارجية للمشروع لما بتؤثر على المؤسسة يعني يؤثر المؤسس يؤثر على المشروع وما موجود للدعم من المؤسسة هو دعم للمشروع الشغلة الثانية مهمة حنتكلم عنها الناس المعنيين بالمشروع أو يعني الأطراف ذوي العلاقة في المشروع بدنا نعرف من بدأة من هم لأن فيه منهم حيكونوا دعمين للمشروع وفيه ممكن يكونوا يكون دعمين سلباً للمشروع مؤثرين سلباً أنا بديش أخذ التأثير السلبي لبعض الأفراد أن يكون ظاهرة معيقة للمشروع ممكن السلبين اللي موجودين لعدم دعم المشروع أو لوقف يعني تقدم المشروع ممكن يكون لسالة من رب العالمين أنه هذه لتحسين أداءة للمشروع لتطوير أداءة للأفضل يعني خلينا نأخذ الأمور السلبية بطريقة إيجابية هنتكلم عليها كمانيا شوية فننتقل إلى موضوع الموجودات العملية التنظيمية والتحديات الموجودة داخل المؤسسة فإحنا نقول موجودات العملية التنظيمية اليوم organization process assets assets يعني راتبه عندي من الموجودات الأصول اللي بتدعم العملية الإنتاجية الprocess التي اللي أنا بدأ بدا أشتغل عليها هذه الprocess في عندي أصول بتدعم الprocess هذه الأصول اللي بتدعم الprocess التي المؤسسة يعني خاصة بالمؤسسة قد تكون هي أساس هي دعمة للمشروع فالأو بي اي organization process assets أنا بدي أستخدمها اليوم يعني أشوف عندي إيش في عندي خطط إيش في عندي عمليات سابقة إيش في عندي سياسات داخل المؤسسة أشوف الإجراءات اللي موجودة داخل المؤسسة هل في عندي مجموعة من المعارف داخل المؤسسة بناتوا قواعد البيانات اللي تساعدني إيش هي الوفائق اللي موجودة اللي ممكن أستخدمها النماذج اللي بتستخدم المؤسسة نماذج المالية والمحاسبية الأدلة الإجرائية المختلفة اللي هي لأداء المهام تعدهم يعني النماذج للحضور والانصراف للمتابعة الميدانية للسيارات للمتابعة فريق العمل كيف النظام المالي نظام الإداري نظام شؤون العاملين هذه كلها أصول في المؤسسة الأوراق والنماذج والأدلة هي أصول المؤسسة طب أصول المؤسسة لما أنا بعمل مشروع يروح للمؤسسة طب ما هيستقي هياخد من الأصول هذه المؤسسة ويستفيد منها أنا بتكلمش على الاستفادة المادية في صورة دعم للمكان أكيد موجوده اللوجستيات أكيد موجوده الأفراد أكيد موجوده الخبرات واسم المؤسسة بالعبدو مهم بس أنا بقولك أنا وجودة في المؤسسة اليوم يعني أنا بقول مثلا المشروع إحدى المؤسسات المانحة قدمته إلى جامعتنا الجامعة الإسلامية في غزة طيب أنا عندي فيه نظام إداري في الجامعة فيه عندي نظام شؤون عاملين فيه عندي نظام آآ مالي وفيه عندي نماذج وإجراءات فيه عندي قراءة بيانات فيه عندي قابة بيانات للأبحاث والدراسات فيه عندي آآ 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 ريبوزيتوري آآ 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 كبيرة فيها رسائل المجستير والدكتوراه برضو من خلال أحد المشاريع آآ أنا عندي اليوم آآ آآ مكتبة ضخمة موجودة أكبر مكتبة يمكن موجودة على مستوى قطاع غزة آآ هذه الأصول اللي موجودة بتدعم المشروع بشكل عالي طب إضاءة المشروع اللي احتاجت مثلا خبرة فنية أو أو بعض المهارات الفنية من أحد الأخوة الأكاديميين اللي أصحاب الخبرات والبحاث المنشورة والعلاقات والتجارب اللي مرتها اليوم خلال السنوات طبعا موجودة فأصبح اليوم إضاءة المشروع إحدى المؤسسات العربية أو الأجنبية لما تقدم مشروع لا مثلا لتطوير مثلا آآ دبلومة معينة أو شهادة معينة أو المنهج الدراسي لأحدى التخصصات أو حتى لما شوى زي حضنات الأعمال داخل المؤسسة داخل الجامعة فبتستفيد من كثير من الأصول اللي موجودة داخل المؤسسة هذه تعزز سبع أسباب نجاح المشروع بمعنى بمعنى أنه من يأتي بالتمويل إلى المؤسسة يعني من يأتي بالتمويل مسلا إلى مؤسسة الجامعة الإسلامية يكون يقولوا وتفضل فيه عندنا بمعنى الحاضنة للأعمال الصغيرة والأعمال التكنولوجيا آآ والحاضنة هذه ممكن خمسناش سنة راحنا نتواصل معها وكيف تطوير أداءهم الحاضنة سبب من أسباب رئيسية للنجاح هي وجودها في نكان توفات للأصول اللي داعمت للنجاح الحاضنة لو وجدت في جامعة ثانية باحترامنا لكل جمعاتنا يمكننا تتوفر لهاش يمكن بعض المزايا الموجودة هنا من المكتبة أو آآ الموارد أو الأنظمة أو الرؤية الاستراتيجية يعني فيه أمور داعمة يبقى خليناه المشروع هو ابن أو بنت صغيرة داخل المؤسسة إذا كان الأب قوي وعنده كثير من الموارد والإمكانيات والأصول فهذا الابن أو بنت ستستفيد بشكل عالي جدا من إمكانيات الأب فإحنا بنقول إنه وضع المشروع في مؤسسة توفات له سبل النجاح وتوفات له الأدوات اللي هي هيئت له أسباب عالية للنجاح وبالتالي مدير المشروع بيحس حاله إنه هو مسيطر على كثير من المتغيرات اللي هي آآ أو الموارد اللي هو محتاجة لسبب سبب نجاح المشروع فإحنا بننتكلم على إنه هادي كل الأصول تطورها مدخلات في عملية التخطيط للمشروع إموت فإما اعتبر مدخلات يبقى معطيات شغلة بقولك تفضل هيا جاهزة أريدك نظام مالي لا ما تقلبش حالك طبعا مش نظام مالي ما تجيبش برنامج من عندك ما تتكلفش حالك بسيستم ما تجيب لناش محاسب هذا كله إحنا موفر جاهز قاعة لا ما تجهزش حالك في القاعد فيه إحنا وفرنا كثير على إدارة المشروع يعني من الجدية أنه تخلي أسباب نجاح المشروع عليه جدا طيب ننتقل للنقطة التانية المغايرة طيب أنا اليوم كمؤسسة كأنتي برايس اليوم مش في عندي بتأثر علي بطلقة عالية العمل البيئية الخارجية اللي هي جاي من برة مش بتأثر عليها كمؤسسة طيب العمل البيئية الخارجية بتأثر عليها كمؤسسة طيب إيش طبعتها تأثير على المشروع ما يؤثر على المؤسسة هيكون له تأثير مباشر بي مباشر على المشروع بمعنى إحنا اليوم مثلا أصبحت فيه جائحة اسمها كورونا وتسببت أنه الموظفين في المؤسسات وقالية العمل في المؤسسات إلى طبيعة مختلفة وتوجهوا إلى تعيين الإلكتروني ومصارش فيه التواصل بمجموعات الكبيرة طيب إذا عندي أنا مشروع للحاضرة لأعمال والتكنولوجيا داخل الجامعة مثلا واليوم عدم تواجد طلاب في الجامعة أصبح أمر حتمي علينا طب هذه عمل بيئية خارجية من لا يسيطر عليها ولازم تتكيف معها ولازم أنك أنت أصبح اليوم تحدي أنك كيف أنت تستمر كمؤسسة في الضروف في الضروف قهرية في الضروف وفي الضروف صعبة فأنت اليوم كمؤسسة الموجودة الموجودة بدك تحاول تطلع منها تجاوب وخبرات وعبار أنك تتغلب على هذه الأزمة طب إيش بدنا نسوي إذا أثرت على الجامعة يبقى أثرت على الحاضنة وإذا مثلا صار فيه إغلاق في يوم معين وأغلقت الجامعة في الحاضنة أغفلك يبقى أصبح اليوم فيه متغيرات خارجة عن السيطرة هذه اليوم تؤثر على مدير المشروع وهي أموخ خارجة عن السيطرة وخلي بالنا أن العوامل هذه قد تكون بعض العوامل سلبية وممكن تكون عوامل إيجابية ودائمة يعني أنا بقول جائحة كورونا ستكون دائمة وقتها ستكون دائمة بقوة للتعليم الإلكتروني لماذا؟ لأن اليوم عدم تواجد الناس في المؤسسات الأكاديمية بالطريقة الاعتيادية التي تعودنا عليها عدد كبير من الناس بيحضروا المحاضرات وبصيفة تواصلة مباشرة مع المحاضرين اليوم أصبحت اليوم أن الناس بيستقوا علومهم من خلال أجهزة جوالاتهم أو حواسيمهم ومن أماكن تواجدهم وما كان في أعمالهم في بيوتهم في أي منتزة في أي مكان مثلا جلسة زائد البرامج التقنية اليوم اللي بتساعد على موضوع التواصل موضوع التسجيل المواد العلمية ونشر المواد العلمية أصبح اليوم حيكون الطلب عليها عالي فهذا ما تقول أنه يعني مصاب قوم عند قوم فوائده وحيكون أنه التوجه جديد في الناحية العلمية والتعليمية والثقافية على المستوى العالمي حيكون التوجه مختلف يبا فيه نراحي سلبية أثرت سلبا فيه نراحي أثرت إيجابة ناخد مثلا ظاهرة من سنوات اللي هي المطبوعات الورقية المطبوعات الورقية اليوم تعاني وفي دور أنها تحتضر أنه كثير من المطبوعات الورقية أصحاب دور النشر العالمية دور النشر العربية المحلية حتى والمكتبات البسيطة يقول لك اليوم القارئ لا يتوجه إلى المطبوعات الورقية كل يتوجه إلى المطبوعات الألكترونية هذه الفرمنتر فعته أثرت على كل دور النشر ودور الطباعة واليوم في جهة الكورونا يعني كنت في زيارة لمنطقة في جنوب قطاع غزة وأنا وصديق وبعدين قلنا نصلي الظهر في أحد المساجد الكبيرة في منطقة دير البلح أفاجئ أنه إحنا بعدما نصلي لقيت أنه بعض العاملين في المسجد بجمعوا المصاحف وبعدين بحطوه فكرتين فبقولوا إيش الموضوع قال لوزارة الأوقافة شؤون الدينية أصدر القرار بجمع كل المصاحف الورقية وحفظه في المخازن لأنه بدناش تداول شغلات ورقية وممكن تسبب في نقل الموضوع الكورونا طب هذا أمر خطير أنه اليوم أنا حتى استأذنت من العامل وأخذت من عنده كان نفسي فيهم مصحفين كبار من الحجم الكبير اللي هو اللي بيحطوهم في المساجد وهدولا من الأصول الموجودة في المساجد يعني مش من السال أنك تحصل على مصحف كبير حجمه يمكن نصف متر في ربع متر يعني أو أكبر يمكن شغلة مصالة إلها قيمة عالية واحد فيه تفسير واحد للقراءة من على بعد يمكن سبحان الله اليوم المصاحف أو الأوراق أو المستندات أو شغلات هذه بالضوء اليوم عامل بيئية أثرت هتأثر علينا بشكل عالي وكيف تداول الأمور الإلكترونية أصبحت يمكن هي داعمة يبقى الناس بيشترون في مجال التكنولوجيا اليوم هل سيكون في بومينج في هذا المجال والناس بيدخل في مشاريع تكنولوجية حيكون إلها الصدق وهيكون إلها الفرص النمو العالية جدا طب خلينا نقول أنه العامل بيئية فيها طبعا تؤثر على ثقافة المؤسسة وفيه عندي معايير حكومية طبعا فيه ثقافة المؤسسة وفيه عندي المعايير الحكومية اللي تنحط هذه أنا لازم أنصع لها إلها وأسمع يعني إيش السياسة العامة موجودة برضو المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي يعني هو هذه المعايير بشكل عام حننصع لها إلها ونتأثر فيها يعني مثال هنا إذا إحدى الوزارات أو المؤسسات أو المؤسسة النقض أصدرت أو البنك المنكزي أصدر على تعميم معين على البنوك يقولون تعالوا تفضلوا ممنوعة تاخدوا أي رسوم تتجاوز واحد في المية أو قرار تاني إنه ممنوعة البنك يستثمر أكثر من عشرة في المية في مجال العقارات أو في مجال إشراع أسهم وحافظة استثمارية يعني كثير من القرارات بتصدرها سلطات النقض أو البنوك المنكزية يبقى جميع البنوك تلتزم بهذا الأمر لأنه هذا القرار نلتزم فيه متغير خارج عن إرادة المؤسسة ونلتزم فيه طبعا عني مشروع أنا للقطاع الخاص لتوفير لإلهم تمويل بطريقة معينة وعندي بمنوعة زائدة 1% مصيف إدارية يبقى أصبحت أنا في عندي برضو اشتحجيم للمصيف الإدارية لتقدم يعني تغرم فيها المشروعات اللي هي المقدمة على هذا التمويل برضو العول بالتنظيم برضو كمان إنبوت برضو إنبوت لأنه هذه لازم أخذها كمعطيات أتعامل معها وأتجاوب معها اليوم فيه فرق ما بين مختصر ما بين العمليات التنظيمية داخل موجودات تاعتنا الأسيتس تاعتنا اللي هي والأسيتس والإنفارمينتل الإنفارمينتل الأسيتس الاتنين فيه من فرق ما بينه العول البيئية لا يمكن السيطرة عليها يعني خلينا نقول أنه أنه العوامل البيئية لا يمكن تغييرها يصعب تغييرها لكن أنا لازم أني أنايش أتفاعل معها لكن العمل التنظيمية هذه يمكن تعديلها وممكن التجاوب معها شغلات أصول موجودة عندي العملية التنظيمية الموجودات تساعد في تطوير العمليات وأداء العمليات بطريقة منتظمة بطريقة جيدة والعمل البيئية هي لازم ألتزم فيها ولا أني أنا أحيد عنها لأنه هذا فيه التزام عليه موجود أذكر مرة في مصر صار فيه زوبعة من قوابة الخمسة وعشرين سنة في أحد الصحف طلع مقال بناء على تكليف من مجلس الشعب المصري أنه في مدينة عندهم حلوان في عدد ضخم من المصانع والكل حاطت المداخن تعته في الهواء وأصبح المنطقة يعني من ناحية صحية مش كويس كتير لأهل منطقة حلوان وفي عدد ضخم من الناس يعني يتجاوزوا بعض ملايين فإيش القرار أنه كل مصنع لازم يركب فلاتر ولا مش هركب فلتر حيغرم بملايين من الجنيهات وفي نفسه ممكن يصيره في إقفال المصنع يبقى أنه اليوم كساحب المصنع أتفاعل مع قرار الحكومي ولا أتجنب ولا أبني أتفاعل معه يبقى أصبح اليوم فيه التزام ما لأضعه لهذا الأمر ليش؟ لأنه تجاوز القرار أو أتماشى مع القرار اللي كان موجود دائما موجودات المنطقة تنظيميها دائمة للفريق المشروع دائمة للمؤسسين ما حكينا عن البيئية يجب أن تخذ في الاعتبار وقد تكون إيجابية وممكن تكون سلبية النقطة الثانية اللي بنحكيها اليوم في الفصل الثاني نتكلم على المعنين بالمشروع على الـ Project Stakeholders للستوكهولدرز المشروع ناس معنين بشكل مهم جدا بالمشروع خلي بالنا هدول الناس المعنين بدنا نقسمهم إلى مجموعات مجموع الولانيين بقول قائمة بعملهم بالمعنين بالمشروع ناس معنين قائمة أساسية بالمعنين بالمشروع المعنين بالمشروع هدولا رئيسيين بالعرف من هم بطريقة مباشرة بطريقة مباشرة لهم اهتمام بالمشروع وفي نفس الوقت قائمة هذه الأساسية اللي أنا بدا تكلم عنها الأساسية تمام وفي قائمة تانية عندي قائمة ثانوية القائمة الثانوية هدولا ناس مهمين معنين بالمشروع بس هم ثانويين بمعنى أنه أنا بتكلم على ناس لهم اهتمام بس بطريقة غير مباشرة بطريقة غير مباشرة الطريقة غير مباشرة للمشروع يعني فئات ما تقومش عن احسابها بطريقة واضحة وممكن يكونوا لهم اهتمام عالي بالمشروع اطيك مثال بسي في احد المشروعات الـ UNDB عنا في قطاع غزة قسم عنا اسمه جيف فدولو بيشتغلوا في مجال البيئة وتطوير البيئة وتحسين الظروف البيئية والمناخية في العالم قولهم مكتب لهم في غزة ففي تنويل حصلت هاي مجموعة من المؤسسات لتطوير الانشرة البيئية في مكانها في مدارس في جمعيات في بلديات في جامعات احنا في الجامعة اخذنا مشروع له علاقة بتحويل المخلفات الزراعية مثلا قشر البوتقاء من مصنع البوتقال او المخلفات الزراعية من المزارعين تحويله الى غاز تحويله الى غاز والغاز اللي يستخدم فيه اه طهي او اه فيه مصانع او ما شابه ففيه كانت اه في اجتماع اقترحت انه ليش بنعمل زيارة ميدانية اه لا المشاريع المختلفة اللي استفادت من تمويل صندوق جيف وبالتالي يشوفوا ايش اه المشاريع البيئية اللي استفادت منها كل مؤسسة على حيضة ويكون تجارب عبر ما بين المؤسسات وبعضها والفكرة لاقت الحمد لله ترحيب من دلات المشروع وجابوه لنا باس واخدوا عدد كبير من المشاركين وصيرنا نعمل زيارات في مدارس طورت الجانب البيئي وعملوا اه مناطق للتشجير وفيه جمعيات عملت اه تشجير وعملت اه بعض الانشطة اللي بينه الطلاب لاهتمام بموضوع البيئة ومخفض على البيئة اه بتخيل اه بتذكر انه كان فيه اه جمعية كانت في شمال في غزة في منطقة اه بتلاوية انه استفادوا حولوا منطقة اه زي منحضر اه مدرجة اه سبحان الله طبيعيا هادي اه حولوا من مكب المفايات الى حديقة لاهل المنطقة طيب اذا فكنا منهم المعنيين الرئيسين بهذا المشروع المعنيين المشروعين وهو اهل المنطقة طيب ومين كمان الممول مين كمان البلدية طيب مين كمان لو لو فكنا من اثلا بعض السكان المحيطين ملاسقين هدا المكان هيكون استفادة منهم هاليا طيب مين كمان الناس اللي يشتغلوا في موضوع النفايات ومن نفايات مين كمان القطاع الخاص مين كمان الجمعيات الخيارية بيه الشباب اللي في المنطقة اللي يشتغلوا على المشروع هاديم عمي قائمة فيهم طيب مين القائمة المشروع قائمة غير مباشرة ثانوية لو ايجوا ناس زواء هذه الجنينة لو في ناس كانوا اه يعني مشاريع تانية مستقبلاً ابنت على هذه الجنينة. او لو كان مسلا اه مشروع تالت العلاقة بالنفايات استفاد من هذه التجربة. او حي تاني من الاحياء شاف هذه المكب النفايات تتحول الى حديقة وهو عمل زيها. يبقى احنا ممكن وممكن نقول مثلا اوض فاضية استفادت من هذه الحديقة وعملت مشروع تجاري. يبقى اصبح ان في قائمة ثانوية بالمعنى من بشروع. وبحاول اوجدهم او حاول اتخيل او اوضع من خلال الخبرات والاتصالات مين هم من الناس دول. اقامة تالت قائمة بالمعنيين والرئيسين بالمشروع وهدولة قائمة ممكن يكون لهم تأثير سلبي وتأثير ايجابي ولازم احط تحتهم خط واهتم فيهم بشكل عالي جدا. طب مين هدولة? هدولة ممكن يكونوا مستقيين من المقايمة الأولى والتانية بس هدولة حيكونوا لازم اشركهم معايا خطوة بخطوة. يعني انا كبدير مشروع كل يوم اصبح عليهم يعني بما معناه يعني ان كل اسبوع لازم يكون فيه بتواصل ما بينهم كاجتماع او بعتهم تقرير او يكون اخد منهم موافقة ما بنفعش اخد اي خطوة اللي بموافقتهم. مين هم؟ الممول الجانب الحكومي الممول اللي هو بدي تفعل فلوس. وانا قصة من ملك المال ملك القاري لازم اطلع الممول خطوة بخطوة على اي انجازات بيتم بالمشروع او المراحل عمله. اتنين عندي اللي هو الجانب الحكومي. يعني انا بدي اخد قرار لتحويل منطقة مكاب نفايات الى منطقة اه مشجرة. بدروح للبلدية اواخد منهم موافقتها. بدروح مثلا لدارة الحكم المحلي. الموزاة الحكم المحلي او ازا بديش وزاة الحكم المحلي ممكن اتوجه لا اه 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 وزارة اه زراعة انتساعدني. وفيه جهات رسمية لازم ااخد موافقتها. بدروح ااخد اه 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 تنسيق مع وزارة الثقافة. وبدأاخد تنسيق مع وزارة الداخلية. وداخد تنسيق مع البلدية. مثلا ازا بيعملها في منطقة اه تابعة للبلدية. يعني اصبح اليوم بمفعش نعمل مثلا مارضة الثقافة في منطقة عامة بدون اذن من وزارة الداخلية. طب يعني ايش اللي بيصير هذا? او وزارة الثقافة. طب ما هذا نشاط ثقافي بيتوفر وزارة الثقافة الدعم والتأييد وممكن يكون له تمويل كمان. يبقى اصبح في عندي قائمة الموجودة. هذه قائمة مهمة كتير. وهذه قائمة اه لازم تكون موجودة عندنا. احنا في ختام الفصل الثاني على الجزئية الخاصة بهيكة للتنظيم المشروع. وعلى الموارد الاساسات اللي موجودة للمشروع والعام البيئية والمتغيرات واللي بتأثر على المشروع. زائد المعنين بالمشروع. نختم بكلمة مهمة. انه ممكن يكون اللي موجودين بمثنولة داعم للمشروع. وفي بعض هم قد يكون اه بسبب لبعض السلبيات لعدم نجاح المشروع. خليني اخذوا النظر الايجابية. النظر الايجابية من الادوار. بمعنى مدير المشروع الناجح ومنسق المشروع بفيق اللي موجود. لازم يكون عندهم قدرة تحليلية عالية. انه يشوفوا المتغيرات البيئية ويوضفوها لمصلحة المشروع. يعني او عسر ان تكرروا شيء وهو خير لكم. بمعنى انه اي متغيرات بيئية قد ظهر سلبيا للمشروع بتحمل في طياتها ببعض مدرور الايجابية والخير لادارة المشروع. بس بدهمهم من التحليل والدراسة والطماعن. لان كل تجربة قاسية يمرون فيها المشروع. او ان الناس المعنين بالمشروع ليفشال المشروع احيانا او يقوفوا امام المشروع قد يدي لك رسائل. هي رسائل من رب العالمين. جيارك بطريقة مباشرة. انتبه. انت اليوم تحتاج الى تعديل مصارى المشروع. تطوير المشروع الافضل. قد تظهر منه اشيء الى الاحسن. خليني اتذكر قصة بسيطة. كانت تعرضها ستيف جوبس زمان في بنائه لشركة تكنولوجيا والمعلومات. ونجاحه في الايبود والايباد وبعدين انتقاله اليوم للايفون. اه في فترة كانت في حياة ستيف جوبس كانت قاسية جدا. لما نجاحه وعمل شركة برمجيات عالية. اه وجاب معها فريق ودخلهم في ادارة الشركة وقالوا محصة في رأس ما للشركة. اتعرضت للشركة اه اه لبعض الخسائر ومشاكل في انجازاتها. وبالتالي مجلس الادارة اه اجتمع مع ستيف جوبس يسألوا انت فاشل في ادارة الشركة اللي انت اسستها. بنفضلك انت قعد في البيت. اجلس في البيت ارتاح وا استفيد من حصتك اللي موجودة في الشركة واحنا هندير الشركة. وكان قرار خاصي ان اللي اسس الشركة يقعد في البيت. بس خلال وجوده صار يدرس الملفات ويدرس الشركة تاعته الموجودة بالاقسام الموجودة ايش? وين الاماكن اللي فيها فشل وخسارة? وين الاماكن اللي ممكن يكون فيها اسباب للنجاح خلال سنوات. والشركة استمرت لمشاكل وخسار واتصلوا وبعدين قالوا له تفضل تعال احنا ردنا اياك ولو لاك احنا احنا الشركة حضية. هو اكتشف جزئية قيب نابط صغير في في احدى في الشركة الكريرة في المنجيات انه عنده كان فيه كان في قسم عنده بعمل 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 افلام الكرتوني بعملوا اه شخصيات الكرتونية. وكانوا يغطوا تكاليفهم يعملوا اراداته عائد منتاز. اللي كانوا يعملوا شخصيات بص يطير ومستر ودي اللي بدت فيه اول افلام الكرتوني الانيميشنز اللي عملت اليوم نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والناس قديش يحبوا يقبلوا على هذه الافلام معين الافلام الكبار قبل الصغار وبيكون يعني صهرات عائلية في نهاية الاسبوع. اه في الويك اند او نهاية الاسبوع. احنا اه شكين جدا لحضراتكم اليوم اه ونسيبكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.